رحى الحرب في اليمن تخلف في يومياتها دماء وضياع وقصصا إنسانية وفي ظل تنوع الأطراف المتصارعة وكثرتها تلاشت الحقيقة وضعفت الحجاج واقع فرض على بعض الصحفيين الابتعاد عن المشهد خوفا من الوقوع في المحظور الحقيقة غائبة والحرب معسكرين وأنت يجب أن تنتمي إلى معسكر واحد إذا كنت محايدا أيضا أنت غير مرغوب فيك من الطرفين لكن هذا هو الأفضل أنك تكون بعيد عن أجواء هذه الصراع لأنه لا يوجد أمان لا يوجد حق الوصول إلى المعلومة أنا من خلال تقربتي لا أستطيع أن أزاول العمل الصحفي بشكل حر وحيادي نظرا للضغوط الأمنية وقد يتم مصادرات الحقوق قد يتم الاعتقال ولذلك أنا أتخوف تمهل وحسابات ومخاوف فالبطون الجائعة لا تحتاج اليوم إلا لمن يطعمها أو من يساعد في ذلك ولعنة الدماء المسفوكة ستلاحق من أنزفها ومن مرر ذلك ولكن لا مفر من الحنين للمهنة تعودنا في فترة سابقة أيما كانت صنعة محاصرة في السبعين اليوم في عام 68 كان صاحب القلم حامله صاحب اللوحة مؤلف الكتاب حاضرين كلامك أو سؤالك مهم مهم إلى درجة أنا أعزوه إلى أن المثقف غيب نفسه الحنين إن لم يتولى أمر الإنسان تحول إلى آلة ونحن للأسف الشديد في هذه اللحظة كالآلة جامدين يخشى الصحفي المحترف أو المهني الحقيقي من أن يحسب على جهات ما في ظل ظروف مربكة أصلا كلها مربكة والأحداث متتالية بكل الجوانب وكل المحاور أطراف النزاع اليوم تستغطب أنصارها وتنبض معارضيها وبات صحفي الحر غير المنتمي لطرف مطارة حتى يثبت ولائه لتضيع الحقيقة في ظل إعدام الحياد والمهنية مواقف تفرزها الحرب أجملها الحياد اليوم فالمشهد قاتم السواد وأوضاع الناس الإنسانية تقرع كل نواقيس الخطر وتسمع صراخاتها العالم بينما الحلول تراوح مكانها دون حراك يذكر لليوم على الحرة من صنعاء عمر الورفي